نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة سويس لخمسة وثلاثين من الملحقين العسكريين والاقتصادين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر من الدول الشقيقة والصديقة بدأت فعليات زيارة باستعراض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشرح مفصل لإمكانيات الهيئة والمنطقة الاقتصادية التبعة لها والمخطط الزمني للمشروع والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة فضلا عن إبراز الأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها المنطقة ودورها في حركة التجارة العالمية حيث تحقق سهولة النفاذ للأسواق العالمية بما يجعلها واجهة متميزة للاستثمار